الناقد والأمين على ألمه واللي بيتكلم دايماً وبنحب نسمعه علشان دايماً بيقول لنا وبيفتح لنا مناطق جديدة لازم ناخد بالنا منها الناقد الفني الكبير أستاذ طارق الشناوي أهلاً بحضرتك معي يا عمزي أهلاً بك أهلاً بحضرتك كل سنة وحيتك طيب المقدمة الجامعة لا والله يعني دي أقل حاجة لحضرتك يعني دايماً بقول ختاموها ميسك وأنا فكرة كلمت حضرتك أول رمضان قلتلي لأ إحنا معدنا آخر رمضان يا إنجي وأنا التزمت أيوة والتزمت لازم أنا طول عمري بصدقك يا أستاذ طارق لازم لأن فعلاً يمكن أنا على مدار الشهر بعمل حلقات مع النجوم اللي محقق نجاحات كبيرة جداً وبنحاول نجيب على قدم ما نقدر الأعمال والنجوم اللي معلقة مع الناس اللي رايبة من الجمهور النهاردة الحلقة دي بتاعة النقاد بتاعة الناس اللي رأيهم متخصص أوي اللي درسين جداً اللي عندهم خبرة اللي حيفدونها وهم أنتوا برضو ألبكوا على الدراما فالنهاردة دراما رمضان السنة دي يا أستاذ طارق في البداية السنة دي أفضل ولا السنة اللي فاتت يعني هل إحنا بنمشي خطوة قدام ولا بنرجع خطوة الورا بصي السؤال ده ما فكرتش فيه فعلاً غير أن تتقاليني دلوقتي أنا لازم أستعيد إيه الحاجات اللي كانت كان فيه أمل حربي وكان فيه بتلوع الروح وكان فيه وطيب وكان فيه سباكة سبير أوي في عزه الجزء السدس قوي جداً أيوة أيوة كان فيه بصي بشكل عام يعني هل إحنا بنطلع لقدام يعني الدنيا ماشية معقولة يعني لا هي قبضة أعلى ولا هي كمان هبوط إنما في الأفرد يعني ماشي هاي يعني المعدل المشي معقولة وفيه الثانية السنادي الثانية دي زاد شوية بساحة الخمستاشر حلقة وانا دايماً إحنا فيه حاجة بنقولها بنكررها وده أسوأ حاجة في المهنة أنا ستقول حاجة وانت قررها فكرة إنه خمستاشر أفضل من تلاتية مفيش حاجة اسمها كده يعني زي ما تقول لي تحب البيضة ولا السمرة لا يعني الحب ملوش علاقة باللونة ايه المهمة هتحب الساعة مش عشان اللون بتختار الحب برضو مش في عزب الحلقات بيتحدد القيمة لا ممكن 15 يبقى ممل بالمناسبة او بيكون فيه مط وتطويل ودائما كنا بنلاحظ في نص رمضان كده اللي هو ايه يعرف بيجي كده زي دروب احباط شوية لا انا عزبت حتى لو 15 كتلة الملل ممكن تكون موجودة في 15 وحصلت السنة دي يعني فيه مسلسلات 15 وحسينة بملل انهم بقى ايش قادر يكمل يعني فبالتالي لا القيمة هنا هي قيمة درامية هي اللي بتفرض عزب الحلقات وبالتالي نحكم على المحتوى الدرامي مش على عزب الحلقات وانتو كنا حتى بنتكلم النهاردة مزبوط فاختلفنا في نقطة اختلفنا اللي هو كنت بقول نشرك المستمعين نشرك المستمعين النهاردة بعد ده فيه استفتاءات النهاردة بسهو حد ما يوقفش معايا انا مش معاك بس انا يعني حطر ربق معاك يعني النهاردة عندنا مسلسلات قصيرة 15 حلق وعندنا مسلسلات طويلة 30 حلقة اما بيكون فيه استفتاءات وانتو كنقاد ومسؤولين عن هذه الصناعة بتحكموا على الاعمال دي ازاي ودول مش زي بعض اعتقد ان الخمستاشر نختار منهم الافضل والتلاتين نختار منهم الافضل انا حقولك بقى حقولك في العالم انا بطبق قوانين عالمية بطبقها في السينما لكن يمكن التلفزيون لسه لانه طبعا بعد السينما والموضوع يعني مش واخد بالتفكير عميق انك انت في السينما بتقول بتحدده طول بساعة الفيلم الطويل علميا هو ما يزيد 60 دقيقة فانا فوق فانا فوق دي مش محددة ممكن تبقى 10 ساعات انا شفت فيلم اتعرض في مهرجان برلين 8 ساعات في فيلم فلبيني وبعدين لما عدت ادعب لقيت ان فيه فيلم 16 ساعة يعني برضو في الفلبين وفيلم مش مسلسل فعايز اقولك طيب قال ابو 8 ساعات ده بتقرنوش بفيلم ساعة ولا يقارن انا مقدرش اقرنه بس حيثك بتقول ممكن بس صعب بتقرنه لانه مرتبط هنا انت حددت الزمن بتقول اللي فوق ساعة ويجبما قلنا ان القفير هو مدونة 30 الا اقل من 30 دقيقة اه يبقى ان شاء الله نصف دقيقة يبقى برضو ده قفير طب ممكن ابو نصف دقيقة ده يدخل في فراع مع فيلم 30 دقيقة يعني ده ما فيهوش ظلم يا استاذة طارق يعني ما فيهوش ظلم لناس اشتغلوا 15 او ناس اشتغلوا يعني السنة دي كان فيه مسلسل 20 وهو كتيبة 101 وفي مسلسل 10 حلقات وهو حرب بتاع احمد السق بس يبقى بالتالي خلينا نحدد اولا هي لانها لبتا محدش قننها بشكل علمي زي السلمة ما بقننها بشكل علمي لازم يتم التقنين علمي انت لو سألتيني انا بقول لا 15 و 10 تدخل في الطويق تدخل عادي جدا مع تلاتين كله مع بعض مسلسل 10 حلقات زي 12 حلقة زي 30 حلقة البهم انت حطيت فيهم ايه هو ده الموضوع في عودة مرة تانية للمسلسلات التاريخية ان كنا كل شوية بنقول مش عارفين نعملها زي ما بنعود نتكلم على الافلام الاستعراضية زي ما بنعود نتكلم على حاجات كتيرة جدا والحجة دايما ان احنا ما عندناش التكاليف بتاعت ان احنا ممكن نعمل الاعمال دي السنة دي فيه عمالين تاريخيين او يعني بحقبة زمنية تاريخية هو الامام الشفعي وصيره الباتع هل دي خطوة ايجابية يا استه ستار ان بدأنا نتكلم مؤكد مؤكد التنوع مطلوب والتنوع بيفتح باب للإفداع وانا سعيد مثلا بانه مصر لانها مصر بالمناسبة وقوة مصر انها تفتح الباب لأي فنان عربي حياة وشكرا ليس حجه ليس حجه مخرجة الامام الشفعي اه اه مخرج سوري الجنسية مظبوط فيه ولاياني وصفة مثلا دي دي عملت الموسيقى تحت الوسار وهي سورية هو ده خوط مطر انها ما تسألش عن جنسية وتلاقي فيه فنانين كتير من سوريا من لبنان من تونس يعني والله يا استه ستاري عمرنا ما كنا منتكلم في الجنسيات ده كان على طول ده عمل عربي طح ولكن للأسف حصل كده شوية تغيرات في الميديا الفترة الاخرانية لا اصد ده جنسيته كذا ده جنسيته كذا وده ضر الصناعة لا بس اللي بيحمي القانون هي الدراما المصرية لما بتقول لا انا ما عنديش فكرة انه اشغل بس المصري اشغل الموهوب يطلع مصري يطلع لبناني يطلع سوري مش مشكلة موهوب ولا مش موهوب مين المفاجأة السنادي لأستاذ طارق الشناوي ممثل وممثلة مش عايزة اقول المفاجأة بقدر مكانه يعني مثلا فيه ومثل اتمو علي قاسم علي قاسم طبعا الهرشة السابعة والسندوق جميل اه انا عجبني قوي انا براهن على علي قاسم للزمن القادم هيبقى النجم يعني يعني فيه مواصفات اللجومية الجان فتى الاول ولو حياخد فرص مؤكدة يعني باب الدراما اتفتح له عشان تفتح امامه ابواب السينما احمد داش انا بقالي حوالي اربع خمس سنين براهن عليه هو احمد مالك برضو احمد مالك موش حاجة سناجي غير اعلاني مصبوط نعم جول شرفهم برضو قادمين فيه اية سماحة جميلة كاملة لعدد ايوة دي موما السنة دماء خفيف وتتقدم خطوات من حقها ان تتقدم خطوات وخطوات فيه اسماحة الحقيقة كثيرة يعني ورجوع رجوع فنانين ما كانوش موجودين على الشاشة زي احمد عيد في عملة ندرة اه اه يعني اتكلمش على احمد عيد اه يعني ده اختيار موفق جدا صح الهيه منذ العجل ده المخرج هو اللي شوف النغنة عند الممثل لا احد قبله فكر فيه لكن لكن هو راهن عليها فمندو عند الحسة دي مزبوط دايما اه يراهن على شيء خفي عند الفنان هو يمكن يكون بتردد لانه معلوماتي ان احمد عيد نفسه مكانش بتحمس الاول اه بتحمس وقالتده حب ولانه احمد عيد انا دايما كنت اشوفه ممثل يعني مش كوميديان ممثل لا ممثل كوميديان هو الاساس عنده زي احمد امين كده التكوين انك انت ممثل وده هتلاقيه مثلا في الماضي عند نجيب الرحاني نجيب الرحاني كان ممثل اولا وبعدين يعني يعني وعين بيتخصص او بيعمل اللي هو عايزه اللي هو حبه اه هو ده مزبوط طب اقدر اقول مع حالك ايه افضل مسلسل 30 وايه افضل مسلسل 15 واحنا خلاص في نهاية الشهر الكامل يعني انت وعدتيني بقى يعني على فكرة طب اقولك انا يعني فيه اكيد حسان رابح اكيد فيه اعمال لازم نشيد بيها اكيد ان مش كله يعني احنا مش بنجامل احنا بالعكس احنا بنقول علشان فيه حاجات احنا عايز يعني زي مثلا السنة اللي كان فيها نيوتن وكان فيه اه السنة اللي فاتت مثلا زي ما قلنا فتن امل حربي وبطلوع يعني فيه سنوات بتبقى يعني فيه كده مسلسلة بتبقى كده طلعة يعني جعفر العمد مكسر الدنيا يعني على المستوى الوطن العربي خلينا نقول ايه انه لازم احنا كلقات نفكر شوية انه فيه حاجات عندما نجد انه الشارع حب عمل فني او غنوة لانا تعالى ده جارس من نجيب محفوظ اجبنا الكبير فعج بكاتل بزيعة المصرية بتمنع اغاني احمد عدوية تعرف احمد عدوية كان ممنوعة كان ممنوعة طبعا ما انا عارف في الازاعة المصرية طبعا كويس طلع هو في الازاعة المصرية في التسعينيات وقال بيسألوه عن الاغاني قالوهم انا عباحب اسمع المطرب اللي انتو منعينه من الوجود عدوية هو احمد عدوية يعني فخلينا ناخد ليه انت هنا بنتكلم على شكرة انه مزاج الناس لما بيروحي حد علينا ان احنا ندرس لماذا ذهب اليه الناس ابو اكد انه جعفر العمد لان اطبق عليه النظريات الدرامية بشكل مباشر قال ايه فيه مشكل كتير كفاية المونولوجات الدرامية المونولوج اللي هو انا بقول سبعا للاستاذ المستبعين اللي هو تلاقي الممثل كده من غير بتعمله حاجة بيلقي خطبة احنا عدفا لما اجي اكلمت اخوار عمرك امسودي تلقي خطبة من ايقد وندي بيسموه ديالوج كده ديالوج يعني اخوار بين شخصين انما لا هتلاقي المونولوج مصيفر على البناء وكل شوية حد بيقول حاجة ما حتى مش بس النجوم زي رمضان لا كل الممثلين في هذا المسلسل بيقول مونولوجات بتوعها في الدراما نظريا لكن اكتشفنا ان الناس حب المونولوجات دي وحمد الثاني بيجيد كتاباتها وبيجيد قيادة ممثلي لأداءها بطريقة بتصل لقاعدة العجلة فبتنجح فلازم ندرس لما تلاقي ان الناس بدأت تقلد حتى المعلقة اللي بيقلب بها الشاي جعفر المعلقة المقلوبة اه يعني ناس كتيرة اعطانا الفكرة دي فكرة ان احنا نقلب الشاي بالمعلقة المقلوبة تفصيلة جديدة اه ولوها منطقية يعني اصول معلقة ملاش مسكة المسكة ممكن تبقى بالعكس هتلاقي الصباعي ده على العكس والامور ماشية عجبت جعفر العمد يا استسطرق انا بتفرج عليه كل يوم زي مسكة ليا ملاحظات بسنة بس مستمتع في يعني الاستمتاع ده هدف نبيل من نغمة درامية المقدمة نغمة محببة مش اي حد السلاس يقولك ايه هو نجح عشان شعبي هو اي حد يعمل شعبي ينجح ما فيه اربع خمس وشان ثلاث شعبية انت بقى ليها توصيص كلمة شعبي هل كلهم حظوا بالنجاح لا لا اكيد لا يبقى المسألة مش عشان شعبي لا يبقى متجاوزة الشعبي لمخرج مكاتب عارف جمهوره عايزه ثم رأس حربة او واضيها اللي هو حمد رمضان ربنا اداله تواصل مع الجمهور ودي بقى كارزمة من عنده غير مقننة علميا اوعى تفدقي ان حد يدع قواعد لشيء ليس له قواعدة الكارزمة الكارزمة منحة الهية من عنده لها ليس لها قواعدة علمية موثقة ولا تفدقي ثم في حاجة نفس الكارزمة دي ممكن تقعد سنوات وممكن تجيب بعد سنة يعني ملهاش قاعدة كمان يعني 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 طب استاذي المسلسل الاجتماعي اللي عجبك او تحت الوساية تحت الوساية طبعا طبعا اه بصي بقى فيه كتاب قل لي بقى لتحت الوساية استستار اه بصك اتنين كتاب الشخيقين دياب اه شرين وخالد دياب شرين دي بنت عشان اتعرف شرين ممكن ولد مزبوط اه فالمهم المشتاش بحد الشافة حتى قابلش خالد وراه بتقول انت بتخذ بختك ليه قال لي لا يا حيب بنحبش حرمنا يبانوا على حد لا لا هم العيلة وبعاهم محمد بس محمد يعني مش بيحبوا يزهروا اعلامية كويس المهم فيه مخرج مهم جدا من محمد شاكر خدير رهيب وفي تسكين ادوار عنده هايل اختيارات الممثلين مش طبيعي هايل الموسيقى بتاعة ليلة واضحة عظيم المنتاج احمد حافظ عظيم الصورة بشوي بشوي روسفيلت اه طبعا عملت صورة فظيعة وتايمور تايمور عمل في الامام الشافعي صورة فظيعة يعني فيه فيه تطور في الصورة فيه تطور في الصورة الهرشة السبعة السورة يعني السورة بقت بقت حلوة فيه مسلسل الهرشة السبعة وطرقائية وطرقائية قوي وحميمية عندها حميمية بتصل للجمهور ببساطة في التعبير فيه 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 اكتر من عامة كنا نقول انه انه السنة دي كانت ساتيحة خيرة على امونا ذاتي بعد السنة سين هي عامة نيوسين وكتعالية جدا وتقريبا خدت هي على ما اتذكر ان هي خدت السنة العام قبل الماضي هي اللي كانت النجمة الاولة صح غابت للسنة بالآخر السنة اللي فاته هو جمت بضروة اصحاب واللي اعز بلا سبب بلا سبب ارجوك رأيك ايه في الهجوم اللي كان على مونة زاكي اللي كل شوية بلا سبب حتى على على تحت الوساية يعني فين الناس اللي كان بتهاجمها دي دلوقتي يا استه ستار يعني الشغل هو الرد بوسي دي توابع جلجال توابع جلجال اصحاب واللي اعز الفيلم كشفيه اي حاجة خالص اطلاقا احنا قررنا قررنا نفس الاتهام لو لا انه نقابة الممثلين طلعت بيان يعني وده بحي فيه عشر ده في اياميها طبعا حتى انا قلت يعني انت تأخرت شوية عشر بس ايه اللي قديم يجيب يعني هو تأخر شوية في عز بعد عمل ما طلع البيان يعني خلنا يعني قاعدين مش همين ايه اللي بيحصل ليه خلوش لازمة خالص اللي بيحصل حاجات بصراحة مالهاش اي معلها يا أستاذ طارق بجد باللت وبنعجن في حاجات بجد يعني مالهاش لازمة يعني حاجات في الاخر في الاخر ردت وبعدين دولنا سمت رصدوا لها تحت الوصاية قبل العرض ثم بعد ذلك بسمعت الصوت بيقول نعتذر معانا الاعتذار فيه مثل اقوياء نعتذر لان انت زيتكم على قفليش او بصر كان صوتهم عالي ايه هم بيتكلموش معانا دلوقتي ما بيردوش بصوت عالي بنفس الطريقة بس ده ليه دايما كده يعني لا وازاي تحكم على عمل ثاني بصورة شفت الصورة بتقول ايه شفت البطلة بتعمل ايه عشان تحكم عليها وكهالي مثال لم يكن هناك منطق في اللي لبتها ومفيش بكياه شوفي دوافرها انا بشوف دوقتي الستات اللي بيبسننه النجمات تبقى طالعة بقيرة جدا ومفروض ان هي معدمة وعملة عملة دوافرها او مانيكور وحاجات ايه ودوافرها وتبقى داخلها ع غرفة عمليات وحتموت خلاص وكلنا صعبان علينا انها حتموت وانت تبص عليها تليها على فنجة عشرة طب ازاي دي كانت حتموت او حتموت بعد شوية يعني انت امام ترد فيها الروح يا أستا ستاري او لا هنا هنا النجمة بتفرد قانونها على المخرج يعني اوكي يعني على المخرج طب احنا زنبنا ايه مخرج مع ان دور شخصية لكن هنا لا عمونا لانها مرنة جدا وانها مثقفة يعني فنانة مثقفة صعب يعني ودي مهمة اوي اه فن اداء ويعني ايه مخرج يعني ايه دور ويعني ايه شخصية تدرك حتى بيتمثل بظهرها اه فظيع شفت مشيتها مشيتها بيتمثل بظهرها يا ياسين يا ياسين طب استاذ طاري عشان الوقت عايزة اسأل حيك عن الكوميديا ياسين ده 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 ياسين عمر الشريف الولد جميل ياسين الاطفال كلهم كمان وفي كامل العدد على فكرة كمان طح طح ربنا نجي لمصر عدد كبير من الاطفال يعني منورين اخر حاجة يا استاذي المسلسلات الكوميديا السنة دي عشان بس الوقت رأيك ايه فيها الكبير وجات سليمة انا من عشاق كبير اوي لكن الجزء ده ما بقولش انه واحدش بس لما وصلنا للزروة في السادس فكان طموحنا عالي في السابع مع الاسعف السابع ما كانش بقوة السادس لازم التفكير اذا حارسين على السامن لازم التفكير من دلوقتي كيف نعلو على السادس من الان بحيث انه اه الشعب المصري والعربي مرتبط بشغطيات الكبير اوي بس ايه بحشان بيها تطور وبتفكير من الان عندي الجاد سليمة انا مرسوط دونيا سامير الغريم حاملة جو كوميدي كده كان محتاج طبعا خيال اكتر لانه هو عمل خيالي لكن المخرج لم يمنح خياله فرصة للتحليق اعلى النوع ده زي حاجات فوزين جماني بس وزي حاجات ديزني يعني هو حاجاته حلو يعني معمول فراش كده الخيال كان يدي بقى بيعلو اكتر كده بس برافو برافو انه نغمة برضو اخرى عملها دونيا وشبه دونيا يعني دونيا فيها طفولة دونيا جميلة فيها طفلة فيها طفلة محتمزة بالطفلة جوها العمل فيه الطفولة دي والبراءة والضحك اللي هو فيه براءة الطفولة اللي هو يضحك من قلبه ممكن تقاشي النقطة عالية قوي بس الضحكة اللي فيها براءة الطفول يبقى أعلى ضحكة وقفدك ضحكة ممكن مشعور بها أفضل تتر والله أنا عجبني الجمعة كصوت كأداء لو أحمد سعد آه جعفر جعفر العمدة آه صوته فازيع النهاردة لما اكتشف إنه ابنه مش ممكن الأغنية بتاعت أحمد سعد صوته فازيع أنا نسى مشوفتش في الحلقة دي مثلا باتكلم يعني وجود أحمد سعد كان مهم وتوظيف جيد من محمد ثاني يعني برضو ده هنا المخرج اللي بيعرف يختار الصوت اللي يشبه اللي يشبه عمل الدرامي مظبوط كان عنده المواهبة دي مظبوط أستاذ طارق ما كانش ينفع خالص أختي من النهاردة من غير ما تسمعني صوتك وتكلمني عن الأعمال بقى مبسوطة جدا بجد والله وحستنى قراء حضرتك في أفلام العيد مغامرات كوكو بعد الشر هارلي محمد رمضان نشوف بقى السينما واخدانا على فين أنا ناوي من يوم الجمعة هو أو الخميج بالليل تعرف أخر يوم من نمضان بيعرضو بعد ساعة 12 مظبوط لا لا قبل كده قبل كمان أنا فاكرة على أيامنا كان الساعة 12 للعرض الفيلم على أيامي فينسي أيوة أيوة لا لا يشبه من تشعة السينما جمي بيش بقول لي اسمها عشان بقش معملها دعاية أيوة فأنا فاكرة سهلا فاكرة من تشعة كده أو عشرة بدأت العروض فأسوف في المين يوم الخميس وبكمل الجمعة بحيث أنا قبل ما العيد يبتدي يشاشق والناس ياخد دا لها أما أنا خلصت الواجب اللي عليها أكيد هنتكلم ونعرف رأي حضرتك وفي مهرجان مالمو عليك حاضر مهرجان مالمو في السويد في مالمو وفي كمان ما هو لها فيه كذا حاجة فيه كذا مهرجان برضو مهرجان السلم السعودي أيوة أنا رفع يعني برضو يعني إيه متوافق مع مالمو في يوم أو يومين بالحكاية لسه عايزة تتزبط بس مالمو السنة دي مهم بيكرم حسين سامي بالزبط هو حامل محاضرة وحسين عنوان جميل جدا للمجوم المسؤولين والعرب طبعا طبعا أستاذ تاريقش ورقداو إن هو رئيس المهرجان بنوجه له تحية طبعا هو برضو بيبذل مجهود فوزيع للسينما العربية هناك دورة الثلاثة عاشق وراجل يعني عاشق للسينما العربية وبيديها كل اهتمامي أستاذ تاريق بشكرك 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 وبقولك كل سنة وإنت طيب وعيد فطر مبارك إن شاء الله علينا وعلى كل المصريين يا رب وما كانش ينفع أختي من النهاردة من غير المكالمة دي مع حضرتك بشكرك جدا أستاذ تاريقش وحضرتك بالصحة والسلام شكرا شكرا